معركة قطع النفس في قعط باب الظالع أسفرت عن تحرير المنطقة من ميليشيا الحوثي ولا تزال المواجهات مستمرة لاستكمال ثأمين المنطقة واستعادة المواقع التي سيطرت عليها الميليشيا خلال الأيام الماضية العملية العسكرية التي أعلنتها المنطقة الرابعة لمشاركة قوات الفزام الأمني والمقاومة الشعبية جاءت ردا على محاولة ميليشيا الحوثي العودة إلى مناطق جنوب البلاد التي فقدتها قبل نحو أربعة أعوام هذا التصعيد من قبل القوات الحكومية جاءت بعد انتقادات واسعة من الأداء السيء لوحداتها في المنطقة وقيادتها في عدن والذي جعل ميليشيا الحوثي تسيطر على مساحات واسعة من المديريات الواقعة بين محافظتي إب والظالع والسؤال الآن هل ستتوقف القوات الحكومية عند الحدود الشطرية السابقة بين الشمال والجنوب أم ستستمر في تحرير وتأمين الأرض باتجاه كامل المناطق الوسطى لا علاق لا غذاء لا حاجة بقعضبة الآن ما فيش معنا أي مأوى ولا شيئين من الضمات أين الناس ليش من يشوفون على الصعيد الإنساني خلفت المواجهات وضعا مأساويا إذ أضطر مئات المدنيين للنزوح هروبا من نار الاشتباكات حيث لا مأوى ولا التفات من الحكومة أو المنظمات الإغاثية وبما أن مدينة قعطبة مثلت خلال الأربعة أعوام من الماضية مركزا للنازحين من أبناء المديريات الوسطى فإن المعارك التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية ألقت بظلالها السيئة على الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة بانتظار تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية هذلان الشرعية والتحالف لمشروع المقاومة في مريس ودمت وجبا هو من أوصل الوضع إلى أن تطرق ميليشيا الحوثي أبواب الجنوب مجددا وما لم تتحد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي فلن يصبح أحد في مأمن من هذا الخطر في مختلف الجغرافية اليمنية خلال الأعوام الماضية ركنت قيادات الجيش والحكومة والمكونات الجنوبية على ذلك الفاصل الجغرافي الرفيع بينها وبين ميليشيا الحوثي والذي بقي يتلقى الضربات فيما الجميع يخوض صراعا عبثيا في عدن وحين خارت قوى هذه الجغرافية عاد الحوثي كتحديد حقيقي ليدرك الجميع ما الذي كان يحدث خلال أربعة أعوام فهل سنرى عملا عسكريا مختلفا هذه المرة؟ ترجمة نانسي قنقر موسيقى